اشتركوا في القناة امامنا المأمول قائم آل محمد بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن العسكري سلام على شيعته ومنتظري سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الخامسة والعشرون يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء السادس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي وصلت معكم في الحلقة المتقدمة إلى الحديث عن معالم المذهب الطوسي أول معلم من معالم هذا المذهب وهو معلم واضح جدا نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني بالضبط مثل ما قال إمام زماننا صلوات الله عليه في الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة وهو يتحدث عن أكثر مراجع وعلماء الشيعة في تلك الفترة وعن ضلالهم وعن خيانتهم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنه أسلوب شيطاني خفي الطوسي أسس مذهبه الخاص وارتبط به أكثر مراجع الشيعة وفي زماننا ارتبط الجميع بهذا المذهب لكن عملية تمويه قد استعملت طيلة طيلة هذه القرون المذهب هو مذهب الطوسي ولكنه ألبس لباسا مزيفا فسمي بالمذهب الجعفري وسمي بالمذهب الاثني عشري وسمي بمذهب أهل البيت وقيل للشيعة من أنكم أنتم فقط تعتقدون بسلسلة الأئمة الاثني عشر هناك كثيرون من السنة يعتقدون بسلسلة الإمامة هذه كتبهم موجودة منتشرة في المكتبة السنية وهناك الطرق الصفية الكثيرة التي تعتقد بسلسلة الأئمة الاثني عشر شيعة أهل البيت يعتقدون بسلسلة الأئمة الأربعة عشر هؤلاء هم أولياء أهل البيت الذين يعتقدون بإمامة فاطمة أما الاعتقاد بسلسلة الأئمة الاثني عشر فهذه سلسلة من جملة سلاسل الإمامة سلسلة الإمامة الأم هي سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة وبعد ذلك أولاد علي وفاطمة من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم لا يوجد في العالم كله لا في الماضي ولا في الحاضر لا توجد مجموعة تعتقد بسلسلة الإمامة الأم هذه إلا الزهرائيون أولياء أهل البيت إلا الذين أخلصوا لمحمد وآل محمد عبر القرون الماضي وإلى زماننا هذا وقد مر الحديث في هذا المضمون في مضمون إمامة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يمكنكم أن تعود إلى برامج المتنوعة كي تطلع على تفاصيل هذه الحقيقة التي دمرتها وأخفتها وحرفتها الحوزة الطوسية اللعينة القذرة لأنها تتبع المذهب الطوسية اللعينة القذر الذي أسسه هذا الذي يقال له شيخ طائفة محمد ابن الحسني الطوسي المتوفى سنة أربعمائة وستين للهجرة حدثتكم في الحلقة الماضية فيما يرتبط بالذي جاء في مقدمة تفسير التبيان أشير إلى مقدمة الكتاب وقرأت عليكم أيضا مما جاء في مقدمة التفسير التي يعرض فيها الطوسي منهجيته في التفسير التي سيتبعها في تفسيره هذا الذي عنوانه التبيان وتضح لكم من مقدمة الكتاب ومن مقدمة التفسير من أن الرجل مغرب وبيعة الغدير مشرقة من أن الرجل مستدبر وبيعة الغدير مقبلة من أن الرجل في ظلام دامس وبيعة الغدير مشرقة منيرة ثم أخذت مثالا من سورة الفاتحة لأنها فاتحة الكتاب وهي السورة التي تختصر مضامين القرآن ومركزها وجوهرها في هذا العنوان إنه الصراط المستقيم وقرأت عليكم كيف فسر الصراط المستقيم بضلاله بضلاله الواضح أتحدث عن ضلال الطوسي المشؤوم هذا الذي جر الويلات على أجيالنا السابقة ولا زالت ويلاته مستمرة في جيلنا هذا وفي الأجيال التي تأتي بعد جيلنا لأن القوم في النجف وكربلاء مصرون على الاستمرار على ضلالة الطوسي وعلى مذهبه القذر هذا الذي يتنافر بدرجة مئة بالمئة مع دين العترة الطاهرة وفي الوقت نفسه يضحكون على الشيعة الحمير ويقولون لهم من أن دين العترة هو هذا في المذهب الطوسي النجس في هذه الحلقة سأأخذ لكم لقطات من سورة البقرة إنها سورة الأطول سأأخذ لكم عشر لقطات لا أدري هل أن الوقت سيكفيني أو سيبقى من الحديث شيء إلى حلقة يوم غد سأأخذ عشر لقطات هذه اللقطات يمكنني أن أقول عنها وبنحو تقريبي تشكل إطارا خارجيا للعقل الشيعي هناك إطار داخلي سأتناوله فيما بعد لكنني سأتناول الآن لقطات هي في الحقيقة آيات من سورة البقرة تتناول موضوعات تشكل مفردات مهمة يمكننا أن نصنع منها إطارا خارجيا للعقل الشيعي هذا هو الإطار الأوسع وهناك إطار داخلي وهو الإطار الأضيق كل هذا سأتناوله لكم في هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات كي تتضح الصورة لديكم فيما يرتبط بالمعلم الأول من معالم المذهب الطوسي نقض بيعة الغدير بأسلوب شيطاني كأنهم كما يقول صاحب الأمر في وصفهم كأنهم كأنهم لا يعلمون أسلوب شيطاني خبيث يمارس على الشيعة منذ سنة أربعمية واثمانية وأربعين حين تأسست الحوزة اللعينة في النجف وإلى يومنا هذا الكلام لا يقف عند تفسير التبيان سأتناول بقية كتب الطوسي بالقدر الذي ينقل لكم الصورة الحقيقية الكاملة طلبت منكم في الحلقة الماضية أن تصبروا علي وأكرر طلبي هذا لكنني أعيدكم سأضع بين أيديكم من الحقائق التي لا تخطر على أذهانكم وهي حقائق ثابتة لكنكم قد ضحك عليكم وقد استهزئ بكم من قبل أولئك أولئك الشياطين الذين هم في النجف وكربلا إنهم آيات الشيطان العظمى هذا هو الجزء الأول من التبيان من تفسير الطوسي الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها في الحلقة الماضية في الصفحة الحادية والخمسين عند الآية في بداية سورة البقرة بعد البسملة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الحديث عن الكتاب ذلك الكتاب أقرأ ماذا قال الطوسي بخصوص هذه الآية الطوسي يقول هذه لفظة كلمة هذه هذه لفظة يشار بها إلى ما قرب وذلك إلى ما بعد لأن الآية هكذا قالت ذلك الكتاب هذه لفظة يشار بها إلى ما قرب وذلك إلى ما بعد وذلك إلى ما بينهما لأن اللام في ذلك يقال لها في العربية لام البعد أما الكاف فالكاف يقولون عن حرف خطاب هذه لفظة يشار بها إلى ما قرب وذلك إلى ما بعد وذاك إلى ما بينهما ويحتمل أن يكون معنى ذلك هاهنا هذا يعني أن الآية يكون معناها هكذا ذلك الكتاب هاهنا هذا الكتاب هاهنا هذا الكتاب كي يكون الكلام مشيرا إلى القرآن نفسه ويحتمل أن يكون معنى ذلك هاهنا هذا على قول عكرمة وجماعة من أهل العربية عكرمة هذا من أشد النواصل من الذين يبغضون علي صلوات الله عليه ويفتخرون ببغضه كان خارجيا من أكثر الخوارج ويحتمل أن يكون معنى ذلك هاهنا هذا على قول عكرمة وجماعة من أهل العربية كالأخفش وأبي عبيدة وغيرهما قال وجاء ببيت من الشعر لا يعرف رأسه من ذيله وهذا هو شأن المفسرين الذين يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري وهو شأن علماء اللغة حينما يريدون أن يستدلوا بشيء لمعنى كلمة من الكلمات يأتوننا بأشعار لا نعرف رأسها من ذيلها أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك سام إنني هذا شعير بعير اشتردون يسمو يسمو ويحتمل أن يكون معنى ذلك ها هنا هذا على قول عكرمة وجماعة من أهل العربية كالأخفش وأبي عبيدة وغيرهما قال أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك المهم رتبونها المهم مشوها فيكون المعنى ذلك الكتاب ها هنا هذا الكتاب السهاية من طلعوها من فوق من جو أهل من يدري أي إنني أنا هذا وقال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة وهو موجود في الحال وإنما جاز أن يستعمل هذا وهي إشارة إلى حاضر بمعنى ذلك وهي إشارة إلى غايب لأنه كالحاضر عند الغايب الطوسي يحاول أن يرفع هذا الإشكال لأننا إذا قلنا من أن الكتاب هو القرآن فكيف يقول القرآن عن نفسه ذلك الكتاب يفترض أن يقول القرآن عن نفسه هذا الكتاب فكيف يقول عن نفسه ذلك الكتاب هل أقول عن نفسي ذلك أنا أم أن أنني أقول هذا أنا هل لي فر هذه الفر ويقول معناها ها هنا هذا ذلك معناها ها هنا هذا على أي أساس جاب ألهم هذا البيت من الشعر أو من البعر أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك وحتى هذا البيت يمكن أن نجد له معنا لكن الذي تحدث عن بخصوص القرآن له معنا له حتى هذا البيت مع أن أنني لا أدري هل هو شعر أم هو بعر لكن يمكن أن نجد له معنا لكن أن نحمل هذا المعنى على الآية في سورة البقرة لا يستقيم هذا أبدا لكنهم يفعلون هذا وسيفعلون ثم يستشهد بآية من الكتاب الكريم ذلك عالم الغيب والشهادة هذه الآية في سورة السجدة وهي في سياق يختلف عن سياق سورة البقرة الآية هذه هي الآية السادسة بعد البسملة من سورة السجدة الإفلام ميم السجدة الآية هكذا تقول ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم جاءت في سياق آيات بشكل عربي سليم وجميل أقرأ عليكم من الآية الرابعة بعد البسملة من سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الفسنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين سياق عربي سليم واضح فأين هذا من هذا الذي يتحدثون عنه الطوس يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كهذه الآية ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم هذا تعبير اعتيادي وطبيعي جدا في اللسان العربي من أننا نتحدث عن موضوع وبعد ذلك نشير إلى جهة مهمة في ذلك الموضوع بلفظة ذلك هذا موجود في أساليب الأدب العربي وبشكل واضح جدا وحتى في اللغات غير العربية مثل هذا السياق في التعبير موجود الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فهل معنى ذلك في هذه الآية ها هنا هذا أي كلام هذا ذلك عالم الغيب والشهادة هذه إشارة واضحة جدا إلى الله سبحانه وتعالى الذي تحدثت الآيات السابقة عنه فما علاقة ما جاء في أول سورة البقرة ذلك الكتاب القرآن يتحدث عن كتاب آخر وكلمة الكتاب تعني حقيقة جامعة هذا هو المراد من الكتاب الكتاب الحقيقة الجامعة كتب جمعة إنما قيل للكتابة كتابة لأنها عملية جمع حروف نجمع الحروف مع بعضها كي نشكل الكلمات ثم نجمع الكلمات مع بعضها كي نشكل الصطور ثم نجمع الصطور مع بعضها كي نشكل الصفحات ثم نجمع الصفحات مع بعضها كي نشكل الكتب عملية جمع الكتابة جمع كتيبة الجند مجموعة الجند الكتاب حقيقة جامعة هذه الحقيقة الجامعة التي يتحدث عنها القرآن في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة ياسين وكل شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه إنها الحقيقة الجامعة والتي يعبر عنها بلسان العرب بالكتاب الكتاب الحقيقة الجامعة وإنما نطلق على هذا كتابا لأنه مجموع من صفحات وصفحات مجموعة من سطور والسطور مجموعة من كلمات والكلمات مجموعة من حروف فهو حقيقة جامعة للحروف والكلمات والسطور القرآن هنا حينما يقول ذلك الكتاب يتحدث عن حقيقة جامعة هي هي التي تحدثت عنها سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين المهم عند الطوسي وعند النواصب العمريين أن يفسر القرآن بأي شيء بأي شيء المهم أن لا يكحون قريبا من علي وآل علي يفسرونه بأي شيء بأي فراء وهذا هو الذي يفعله الطوسي المشؤوم الخبيث من أول تفسيره إلى آخر تفسيره بهذه الطريقة لا يضحكون عليكم فيخرجون لكم آيات من القرآن كآية التطهير وآية المباهلة لا يستطيع أن يفسرها بغير أهل البيت لأنه إذا فسرها بغير أهل البيت حينئذ ماذا يقول لعوام الشيعة أما أن يأتي إلى هذه الآية في أول البقرة ذلك الكتاب فإن عوام الشيعة لا يفقهون شيئا من تفسيرها يأخذون بما يقوله هذا الخبيث وما يقوله الخبثاء من أمثاله من مراجعي ومفسري المذهب الطوسي اللعي وإلى أي كلام أي هراء هذا ويحتمل أن يكون معنى ذلك هاهنا هذا على قول عكرمة على قول هذا الناصبي وجماعة من أهل العربية إلى أن يأتينا ببيت من الشعر أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إنني أنا ذلك أي إنني أنا هذا فكأن القرآن حينما يقول ذلك الكتاب يقول إنني أنا هذا الكتاب أدري مني أن جبت هذا الحجم هذا الحجم مني أن جبت المهم أن لا يفسر القرآن مثل ما فسره إمامنا الصادق صلوات الله عليه هو هذا المهم الصادق يقول الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين بيان لشيعتنا هذا تفسير صادق أقرأ عليكم من تفسير القمي الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية المروية عن العترة الطاهرة والتي أمرنا أن نأخذ بها وبايعنا عليها في الغدير في الغديرين في الغدير العلوي وفي الغدير المهدوي هذا هو تفسير الآية الصادق يقول الرواية بسند القمي علي ابن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه عن أبي بصير عن إمام الصادق صلوات الله عليه قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين بيان لشيعتنا الطوسي يذهب يمين يذهب شمال وهذا التفسير كان موجودا لدي هذا التفسير كان موجودا لدي وهو قريب من عصره علي ابن إبراهيم هو أستاذ الكليني والكليني توفي سنة 328 هناك من يقول من أنه توفي سنة 329 والطوسي توفي سنة 460 للهجرة هو قريب من زمانه هذا التفسير كان موجودا عند الطوسي ما هو ببعيد عنه يتركه مثل ما قال في ما قرأت عليكم من مقدمة كتابه ومن مقدمة تفسيره التي شرح فيها منهجية تفسيره مثل ما قال لا تعجبه هذه الكتب الكتب التي تشتمل على أحاديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنهم لا تعجبه يريد هذه القذارة فيحدثنا عن هذا الناصبي عن أكرمة ويعرض عن حديث الصادق صدقوني هذا منهج الطوسي من أول الكتاب إلى آخره وسآتيكم بآية الغدير وماذا قال عنها وماذا قال عنها مع أن آية الغدير واضحة جدا لن يهتم بها سيأتي هذا في وقته فهكذا هو التفسير القرآن حينما يقول ذلك الكتاب يقول إِنَّنِي أَنَا هذا الكتاب ما هو الدليل الدليل هذا البيت الذي لا نعرف من الذي قال أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذلك بيت من البعر وليس من الشعر وأيَّد ذلك أنه صبيه اللعين عكرمة عدو أمير المؤمنين يكون المعنى ذلك الكتاب القرآن يقول إِنَّنِي أَنَا هذا الكتاب الصادق ماذا يقول صلوات الله عليه ذلك الكتاب لا ريب فيه قال ذلك علي في مقامه السامي فالقرآن كتاب صامت وعلي هو الكتاب الناطق القرآن يريد أن يقول لنا أنا الكتاب الصامت أشير إلى الكتاب الناطق ذلك علي لا شك فيه لأنه هو الكتاب الناطق هدى للمتقين بيان بيان هو كتاب الناطق بيان لشيعتنا هذا منطق الصادق صلوات الله وسلامه عليه وانظروا إلى الوضوح وإلى الدقة والبلاغة في هذا التفسير وانظروا إلى هذا الهراء الطوسي اذهبوا واسألوا السيستاني نعتمد على تفسير القمي أم على تفسير التبيان سيأمركم أن تتبعوا منهج تفسير التبيان لماذا لأن تفسير القمي كتاب ضعيف بحسب قذارات علم الرجال وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني سلوا الأموات من مراجعكم وسلوا الأحياء وسلوا الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني سيقولون نفس الكلام الذين يدرسون الدراسات الإسلامية شهادات الدكترة وشهادات الماستر يأخذونها في تفسير التبيان في تفسير مجمع البيان في تفسير الميزان ولا يقتربون من تفسير القموي مثلا أو من تفسير العياشي مثلا لأنهم قد علموا وربوا في حوزة الضلال الطوسي وفقا للمذهب الطوسي من أنهم يعرضون عن تفسير أهل البيت لقرآنهم مثل ما هو منهج الطوسي هو هذا المذهب الطوسي الذي أحدثكم عنه إذن القرآن وفقا للمذهب الطوسي في تفسيره هو غير القرآن في دين العترة الطاهرة وستشاهدون ذلك ويستمر ويستمر الطوسي بمثل هذا الهراء كان في نية أن أقرأ أكثر من ذلك لكن الوقت يجري سريعا أشير إلى قول آخر من الأقوال التي أوردها أورد كل الأقوال ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى ما قاله أصادق صلوات الله يعلم وكأن القرآن ما هو بقرآن الصادق هذا القرآن قرآن عكرمة وقرآن الأخفش وقال قوم إن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى قلت لكم المهم أن يفسر القرآن بعيدا عن علي وآل علي بالله عليكم هذا المعنى يفهم من الآية وقال قوم إن معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى ويستمر على هذا الهراء هذا الطوسي أتعلمون القول الذي تبناه يقول والأول أقوى الأول أقوى الأول أقوى من أن القرآن هكذا يقول إنني أنا هذا الكتاب لماذا يقول والأول الأول أقوى لأنه أشبه بأقوال المفسرين من هم المفسرون المفسرون النواصب أشبه بأقوالهم يعني هو أقرب إلى أقوالهم ما قال هو من أقوال المفسرين لأن المفسرين لم يجمعوا على هذا القول ولكنه اعتمد على هذا البيت من البعر من الشعر وعلى حقيقة أنه يحاول قدر الإمكان أن يبعد الآية عن علي فمن هنا تبنى هذا القول ذلك الكتاب أي إنني أنا هذا الكتاب الصادق يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك علي لا شك فيه هدى للمتقين بيان لشيعتنا أنتم ماذا تقولون أي القولين أوضح وأصرح وأبلغ ماذا تقولون لطوسيكم هذا أنا لا أملك إلا أن أقول لطوسي من أم مداك وطيح الله حظك على التفسير هذا نذهب إلى فاصل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك أيها البشير النذي السلام عليك أيها السراج المني السلام عليك أيها السفير بين الله وبين خلقه أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدله مات ثيابها وأشهد يا رسول الله أني مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك موقن بجميع ما أتيت به راض مؤمن وأشهد أن الأئمة من أهل بيتك أعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة نبيك عليه وآله السلام وإن توفيتني فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك وأن الأئمة من أهل بيته أولياءك وأنصارك وحججك على خلقك وخلفاءك في عبادك وأعلامك في بلادك وخزان علمك وحفظته سرك وتراجمة بحيك الآية الحادية والثلاثون بعد البسملة من سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ماذا يقول الطوسي في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة وقوله وقوله عز وجل وقوله وعلم آدم الأسماء كلها معناه أنه علمه معاني الأسماء من قبل من قبل من جهتي من قبل أن الأسماء بلا معاني لا فائدة فيها ولا وجه لإثاره الفضيلة بها وقد نبه الله الملائكة على ما فيه من لطيف الحكمة ما فيه من لطيف الحكمة الحديث عن الحكمة في تعليم آدم الأسماء فأقر عندما سئلوا عن ذكرها فأقر عندما سئلوا عن ذكرها والإخبار عنها أنهم لا علم لهم بها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وقول قتاد وظاهر العموم يقتضي أنه علمه الأسماء وبه قال ابن عباس ومجاهد هذا مجاهد ابن جبير متوفى سنة مية واربعة للهجرة في طبقة سعيد ابن جبير ممن تعلموا من ابن عباس كما هو معروف في كتب التعريخ وبه قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير وقتاد آل محمد أين ماذا قال آل محمد لا وجود له لا وجود له القرآن قرآنهم والحديث في الآية عنهم وعلم آدم الأسماء إنها أسماؤه هذه مصيبتنا القرآن قرآنهم والآية فيه والقرآن هو الذي يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الطوسي اللعين هذا يذهب إلى ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير وقتاد وتستمر القائمة وبه قال ابن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبير وقتاد وأكثر المتأخرين كالبلخ والجباء وابن الأخشيد والرمان وقال الطبري بما يحكى عن الربيع وابن زيت كل هؤلاء نواصل هذه الأسماء البلخ والجباء وابن الأخشيد والرمان وطبري وقال الطبري بما يحكى عن الربيع وابن زيت إنه ما قال علمه الله أسماء ذريته أسماء ذرية آدم وأسماء الملائكة وقال هو الاختيار دون قول ابن عباس ويستمر في مثل هذا الهراء هذا الطوسي البتري المرجئ القرآن قرآن محمد وآل محمد الآية عنهم ولم يذكرهم حتى ضمن هذه القائمة لم يذكرهم هذا هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذو القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة التسعين بعد المئة عن إمامنا الحسن العسكري إمامنا هو الذي يقول صلوات الله عليه والد الحجة ابن الحسن هو الذي يقول ثم قال ثم قال الله وعلم آدم الأسماء كلها أسماء أنبياء الله وأسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما من آل محمد وعلي وأسماء خيار شيعتهم وعثات أعدائهم ثم عرضهم عرض محمدا وعلي والأئمة على الملائكة أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين هذا التفسير معبوث به تقديم ذكر أسماء الأنبياء على أسماء محمد وعلي وفاطمة وآلهم الأطيبين الأطهرين هذا تحريف هذا لم يكن صادرا عن إمامنا الحسن العسكري فطريقة إمامنا الحسن العسكري في التفسير كله لا يقدم الأسماء مهما كانت على أسماء محمد وعلي وآلهما وإنما الأنبياء في خيار شيعتهم وأسماء خيار شيعتهم فالأنبياء من خيار شيعة محمد وعلي والذي يدل على كلامي من أن الذي حرف الرواية كان غبيا لم يحرف الجزء المتأخر منها لأن الرواية حينما قالت ثم عرضهم قالت عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة فأين الأنبياء الأنبياء هم في خيار شيعة الأئمة فهذه الإضافة أضيفت من قبل الذين يحرفون أحاديث أهل البيت الذين يحرفون أحاديث أهل البيت في زمان الأئمة الخطابيون والمغيريون وكان الأئمة يأمرون أصحابهم أن يحملوا إليهم الكتب كي يصححوها لأن الخطابيين كانوا يندسون بين أصحاب الأئمة الخطابيون هؤلاء الغلات الأنجاس الأرجاس من أتباع أب الخطاب لعنة الله عليه وعليهم لعنة الله على الخطابيين من الأموات ومن الأحياء من القريبين منا مكانا والبعيدين منا مكانا أتحدث عن الأمكنة التي يعيشون فيها هؤلاء الأنجاس ألا لعنة الله عليهم في ليلهم ونهارهم في زمان الأئمة كان هؤلاء الخطابيون والمغيريون من أتباع المغيرة ابن سعيد والبيانيون والشعيريون هذه مجموعات من الغلات الأنجاس لعنة الله عليهم كانوا يستعيرون الكتب من أصحاب الأئمة ويدسون فيها الأحاديث ولذا فإن الأئمة صحح تلك الكتب في زمان الغيبة الطويلة الطوسيون الأنجاس هم الذين شوهوا كتب الحديث وهذا مثال من الأمثلة إنني أتحدث عن خبرة طويلة وعن دراية في هذا المجال وفي هذا الباب لا أتحدث حديثا جزافيا وسأثبت ذلك لكم إن كان في هذا البرنامج أو في غيره من برامج القادمة إن بقيت حيا وجرت الأمور بأسبابها أقرأ الرواية وأحذف التحريف منها ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما من آلهما من آل محمد وعلي الطيبون من آلهما زينب الكبرى قمر الهاشميين عبد العظيم الحسني السيدة المعصومة هذه الأسماء الطيبة الطاهرة هذه عرضت على آدم أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما والطيبين من آلهما مثلما قلت لكم هذه الروايات منقوصة حذفت منها بقية الأسماء وأسماء خيار شيعتهم وعطات وعطات أعدائهم ثم عرضهم عرض محمدا وعليا والأئمة على الملائكة أي عرض أشباحهم وهم أنوار في الأظلة مظهر من مظاهرهم مر مر الكلام علينا من أن الكون هذا خلق وفقا للمظاهر المتعددة ومظاهر محمد وآل محمد لا تعد ولا تحصى خلاصة القول الأسماء أسماء محمد وآل محمد وما يدور في دائرتهم هذه هي الأسماء التي تحدثت عنها سورة البقرة أما هذا الهراء وهذا الضلال فهو ضلال سقيفة بني ساعدة ويضاف إليه ضلال سقيفة بني طوسي وأذهب بكم إلى الآية السابعة والثلاثين من سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنها السابعة والثلاثون بعد البسملة من سورة البقرة ماذا يقول الطوسي في تفسيره في الصفحة التاسعة والستين بعد المئة هكذا يقول والكلمات التي تلقاها آدم قال الحسن الحسن البصري ما علاقة الحسن البصري بحقائق القرآن قال الحسن يعني الحسن البصري قال الحسن ومجاهد حسن البصري ومجاهد وقتادة وابن زيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر فإن فإن في ذلك اعترافا بالخطيئة ولذلك وقعت موقع الندم وحقيقته الإنابة وحكي عن مجاهد أنه قال هي قول آدم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافري اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك أنت خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم وروي مثل ذلك عن أبي جعفر عليه السلام عن الباخري صلوات الله عليه وحكي عن ابن عباس أن آدم قال لربه إذ عصاه أرأيت إن تبت وأصلحت فقال له تعالى إني راجعك إلى الجنة وكانت هذه الكلمات وروي في أخبارنا في أخبارنا الشيعية أن الكلمات هي توسله بالنبي عليه السلام وأهل بيته وكل ذلك جائس هو لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة من أن آدم قد توسل بأسمائهم صلوات الله عليه وهذا الأمر معروف بشكل واضح عند عوام الشيعة وكثير من الشيعة حتى في زماننا هذا يحفظون دعاء آدم يا محمود بحق أحمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين بهذه الصيغة أو ما يقاربها هذا الدعاء عوام الشيعة يحفظونه فلذا لا يستطيع أن يغض النظر عنه لكنه قال بخبثه أيضا بنفس الخبث الذي فسهر به الصراط المستقيم فقال من أنه يحمل الآية على عمومها كي تدخل كل المعاني كل الأخوال التي قال بها أي مفسر من المفسرين من النهواصب ومن أعداء العترة الطاهرة ويدخل قول محمد وآل محمد معهم من تفسيره من تفسير التبيان أتلومونني حينما أطلق على هذا التفسير من أنه تفسير الخريان لأنني في برامجي هكذا أعنونه أعنون تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسي من صخم الله وجهه وصخم الله وجه الطائفة اللي هذا تفسيره فإنني أعنونه بتفسير الخريان قد تقولون هذا الكلام ليس مناسبا كلامه هو مناسب ماذا تقولون أنتم كلامه هو مناسب طريقته في التفسير مناسبة نذهب إلى فاصل في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة بحسب ترقيم تفسير التبيان وإلا هي في المصحف هي الآية الرابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سأقف عند الكلمات هي لقطات سريعة في هذا البرنامج لا أريد أن أغطي كل التفاصيل لا أملك وقتا لذلك ماذا يقول الطوسي في صفحة الخامسة والأربعين بعد الأربعمائة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن هكذا يقول الطوسي والابتلاء هو الاختبار وهو مجاز هاهنا استعمال مجاز لأن حقيقته الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان فسمي ذلك اختبارا يعني هذه الكلمات هي ترتبط بأفعال وبخصائص تشكل مضمون الإيمان الطوسي هكذا يقول الذي يبدو من كلامه والابتلاء هو الاختبار وهو مجاز هاهنا لأن حقيقته الأمر من الله تعالى لأن حقيقته لأن حقيقة الابتلاء التي جرت على إبراهيم هذا مقصوده لأن حقيقته الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان فسمي ذلك اختبارا إلى أن يقول والكلمات التي ابتل الله إبراهيم بها فيها خلاف إذا كنت تعود إلى أئمتك فليس هناك من خلاف الخلاف عند نواصب السقيفة بني ساعدة وأنت يا أيها الطوسي المشؤوم أسست سقيفة جديدة وهذا أوضح دليل على سقيفتك المشؤومة هذا هو تفسيرك الخريان التبيان والكلمات التي ابتل الله إبراهيم فيها خلاف فيروى في بعض الروايات عن ابن عباس وبه قال قتاد وأبو الخلد إنه أمره إياه بعشرة سنن خمس في الرأس وخمس في الجسد يفترض أن يقول بعشرة سنن ولكن مشكلة طوسي هي هي هو يعاني من مشكلة في عربيته إنها مشكلة نجفي وكربلاء مشكلة موروثة من أيام طوسي عربية خربة ومر الكثير من الأخطاء ما كان عندي من وقت كي أشير إلى تصحيحها وأنا أقرأ كلام طوسي ولكنه هنا ينقل نصا ومع ذلك يخطئ في نقله للنص إنه أمره إياه بعشرة سنن بعشر سنن الصحيح خمس في الرأس وخمس في الجسد فأما التي في الرأس فالمضمضة هذه هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم لحسب الطوسي فأما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق الفرق في تمشيط الشعر فرق الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشارب والسواك وأما التي في الجسد فالختان وحلق العانة حلق العانة هي هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هذا هو تفسير الطوسي على أي حال هذه سنن لستم اعترضا عليها وهي من السنن الحنيفية في أحاديث أهل البيت لستم اعترضا عليها لكن الكلمات ما هي هذه والطوسي الأثول حين يقول لأن حقيقته لأن حقيقة الابتلاء الأمر من الله تعالى بخصال الإيمان هي هذه خصال الإيمان وأما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء الاستنجاء التنظف في بيت الخلاء وفي وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس أنه ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئا الإسلام دين كل الأنبياء من أبينا آدم إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس أنه ابتلاه من شرائع الإسلام بثلاثين شيئا عشرة منها في براءة التائبون العابدون الحامدون إلى آخرها وعشرة في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها وعشرة في سورة المؤمنين إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون وعشرة في سأل سائل إلى قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون فجعلها أربعين سهما ما أنت قلت بثلاثين شيئا على أي حال ليس مهما هذا هذا التناقض والاضطراب في كتب طوسي منتشر في كل كتبه ما هو قال بثلاثين شيئا ثم صارت أربعين فجعلها أربعين سهما وفي رواية ثالثة عن ابن عباس أنه أمره بمناسك الحج الوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاظة هذه مناسك الحج المعروفة قال الحسن الحسن البصري ابتلاه الله ابتلاه الله بالكوكب وبالقمر وبالشمس حكايته التي ذكرت في القرآن حين رأى كوكبا فقال هذا ربي قال الحسن الحسن البصري ابتلاه الله بالكوكب وبالقمر وبالشمس وبالختان وبذبح ابنه وبالنار بالنار التي ألقي فيها ألقاه نمرود فيها وبالهجرة حينما هاجر إلى فلسطين وكلهن وفى لله فيهن وقال مجاهد ابتلاه الله بالآيات التي بعدها بعد الآية التي ذكرت الكلمات وهي إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الجباء أراد بذلك كل ما كلفه من طاعاته العقلية والشرعية أين أصحاب القرآن أين قول محمد وأهل محمد لا وجود له دائما أردد في برامجي من أن تفاسير حوزة النجاف تفاسير ناصبية عودوا إليها كلها على هذه الطريقة وقوله فأتمهن معناه وفى بهن على قول الحسن الحسن البصري وقال قتاد والربيع عمل بهن فأتمهن وقال البلخي الضمير في أتمهن راجع إلى الله وهو اختيار الحسين بن علي المغربي قال البلخي الكلمات هي الإمامة على ما قال مجاهد قال لأن الكلام متصل ولم يفصل بين قوله إني جاعلك للناس إماما وبين ما تقدمه بواو فأتمهن الله بأن أوجب بها الإمامة له بطاعته والطلاعه الطلاعه يعني تحمله للمسؤولية ومنع أن ينال العهد الظالمين من ذريته يفترض أن يقال ومنع أن ينال العهد الظالمون من ذريته إلا إذا قرأنا ومنع أن ينال العهد وهو الأليق ومنع أن ينال العهد الظالمين من ذريته وأخبره الله أخبر إبراهيم بأن منهم ظالما فرضي به وأطاعه وكل ذلك ابتلاء واختبار أين حديث محمد وآل محمد وأين تفسيره يا جماعة الحقون القرآن قرآن محمد وأهل محمد وفي بيعة الغدير بايعنا أننا نأخذ التفسير منهم وهذا هو تفسير الطائفة تفسير شيخ الطائفة وحق الزهراء ما هذا بدين محمد وآل محمد هذا دين الطوسي هذا مذهب الطوسي الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة العنوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه بهن فأتمهن خمس الحديث الرابع والثمانون بسنده بسندي الصدوق عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المفضل يقول سألته سأل الإمام الصادق عن قول الله عز وجل وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ما هذه الكلمات قال هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه وهو أنه قال يا ربي أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم فقلت له يا ابن رسول الله فما يعني عز وجل بقوله فأتمهن قال يعني فأتمهن إلى القائم إلى القائم أتمهن إلى القائم إثنى عشر إماما في سلسلة الأئمة الاثني عشر إثنى عشر إماما تسعة من ولد الحسين إلى آخر الرواية الشريفة الرواية فيها تفصيل لكنني أقف عند موطن الشاهد كلمات آدم ومر ذكر كلمات آدم قبل قليل محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلمات إبراهيم تمت تمت لأن إبراهيم تحمل العهد أما آدم لم يتحمل العهد لأن القرآن يتحدث عن أبينا آدم من أن الله لم يجد له عزمة لم يتحمل العهد كما تحمله إبراهيم ولذا تمت الكلمات عند إبراهيم الحديث ليس عن كلمات ألفاظ هذه الكلمات والألفاظ رموز وإشارات الحديث عن مرتبة ولايتهم في دائرة عبوديتهم لمحمد وآل محمد علي يقول لمحمد ويتحدث عنه أنا عبد من عبيد محمد فما شأن آدم وإبراهيم إلا دون هذا الشأن فأتمهن أتمهن إلى القائم صلوات على القائم وعلى آبائه وأجداده الأطيبين الأطهرين إذن أين هذا من هذا كلامكم نور أين هذا النور من هذا الظلام والضلال هذا هو تفسير شيخ الطائفة من طيح الله حظ هذه الطائفة اللي هذا التفسير الطيح حظ تفسيرها نذهب إلى فاصل يا عالم حجب أسمان بالشهر وبالوضر والفجر والليالي حجب أسطح أسطح الأطفاء الله تسطح في الأطفاء من هالأصوات الغفينية تسل أبقى تعمل الماضي أو تسقي المال يا عالم الماضي فرضي الحج ثبت بحسين إيماني وقدم لك لحيا دمو ومشي غياني الصفاء شاطي النهار والمار وصواني والمسعد يصير بسوح ميداني تكمل حي جتي ويصير ورحالي أو من أعلم نفير جيوش عدواني أمنحوهم حول الإهباطي كي أكمل السبت حتى أشواطي أمنحوهم حول الإهباطي كي أكمل السبت حتى أشواطي قوسيقى 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 اشتركوا في القناة الحديث عن باب حطة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسني ماذا يقول الطوسي في الصفحة الثالثة والستين بعد المائتين قال الحسن أنه الحسن البصري وقتادته وأكثر أهل العلم محمد وأهل محمد أين هل هم من أهل العلم أم ليسوا من أهل العلم قال الحسن وقتادته وأكثر أهل العلم معناه حطة عنا خطايانا أن يقول حطة حطة عنا خطايانا وروي عن ابن عباس أنه قال أمروا أن يستغفروا وروي عنه أيضا أنه قال أمروا أن يقولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم وقال عكرمة أمروا أن يقولوا لا إله إلا الله وكل هذه الأقوال محط الذنوب وتأتي جملة ليست واضحة بحسب الطبعة التي بين يدي خلاصة الكلام من أن بني إسرائيل أمروا إذا ما دخلوا الباب أن يقولوا هكذا حطة عنا خطايانا أن يستغفروا أن يقولوا لا إله إلا الله الطوسي يعلق وكل هذه الأقوال محط الذنوب إلى أن يقول بعد ذكر الآية التي بعدها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون التاسعة والخمسون بعد البسملة من سورة البقرة معنى قوله فبدل الذين ظلموا غيروا وقوله الذين ظلموا معناه الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله وقوله غير الذي قيل لهم يعني بذلك بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوه فقالوا بخلافه فذلك هو التبديل والتغيير وكان تبديلهم بالقول أنهم أمروا أن يقولوا حطة وأن يدخلوا الباب سجدا وتقطئ لهم الباب ليدخلوه كذلك فدخلوه يزحفون هنا خطأ مطبعي يزحفون على آسائهم المعروف والمذكور في التاريخ وفي الروايات يزحفون على أستاههم أستاههم يعني أدبارهم يزحفون على أستاههم فقالوا حطة في شعيرة مشتهرين هم تكلموا كلاما بالعبرية وهذا الكلام ليس صحيحا وإنما يحرف عبر نقل الروات خلاصة خلاصة الكلام خلاصة الكلام التي تحدث بها الطوس والذين معه من مفسري النواصف من أن بني إسرائيل أمروا أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا لا إله إلا الله أو أن يقولوا كلاما آخر يقاربه أن يستغفروا أن يطلبوا المغفرة ولكنهم ما فعلوا ذلك وهكذا يقول فدخلوه يزحفون على أستاههم هذا هو الذي ذكره الطوسي ماذا حدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف من الطبعة نفسها في الصفحة الحادية والثلاثين بعد المئتين وادخلوا باب سجدا ادخلوا باب القرية سجدا مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجدد على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وهذا السبب في تفضيل اليهود على سائر الأمم لأنهم قد كلفوا بولاية محمد وعلي وآلهما ولذلك أنكروا ولايتهم فحل ما حل فيهم من البلاء وما جرى في تأريخهم لماذا ترك كثير من اليهود بلاد الشام وذهبوا إلى جزيرة العرب لأنهم كانوا يعتقدون بولاية محمد وعلي وآلهما وكانوا ينتظرون مجيء محمد صلى الله عليه وآله وإلى ما علاقة اليهود بأرض العرب اليهود كانوا يعدون ذهاب إسماعيل إلى جزيرة العرب يعدونه عقوبة له لماذا جاءوا إلى أرض العرب لأنهم كانوا مكلفين بولاية محمد وعلي وآلهما وجاءوا لانتظار مجيء محمد صلى الله عليه وآله حتى نزلوا في المدينة وكانوا يسألون أين هي يثرب وما كانت في ذلك الوقت معروفة جدا كانت قرية صغيرة مجموعة بساتين الذين جعلوها مدينة كبيرة نسبيا هم اليهود نزلوا فيها وهؤلاء متحضرون ورفعوا البناء فيها وفتحوا الطرق فيها جاءوا من الحضر حكاية طويلة لست بصدد ذكرها وإنما يأتي الكلام في هذا السياق الإمام الحسن العسكري يقول مثل الله تعالى على الباب على باب حطة مثال محمد وعلي وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجدد على أنفسهم بيعتهما مثل ما نسجد على أعتاب أئمتنا حينما نزورهم ما نحن نقرأ في زيارة الحسين وهي الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان هذه الزيارة التي نقرأها في زيارات شهر رجب وشهر شعبان المخصوصة هكذا نسلم على سيد الشهداء السلام عليك يا عمود الدين السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين هذا هو باب عطة أنتم تزورون الحسين وتقرؤون هذه الزيارات تفهمون ما تقرؤون لذول مطايحين حظكم هم طايح حظهم أنتم ليش يطيع حظكم ليش يطيع حظكم الطوس طايح حظه تفسير طايح حظه حوزة النجف طايح حظه مراجع النجف طايح حظه منهج الطوس طايح حظه منهج المرجعية الرشيدة طايح حظه أنتم ليش يطيع حظكم هكذا نسلم حلل حسين في الزيارة المخصوصة الأولى وَأَنَا أَتْعَمَّدْ أَقْرَأْ عَلَيْكُمْ مَنْ مَفَاتِحِ الجنان وَإِلَّا فَالْمَصَادِرُ المصادر موجودة عندي الزيارة رواياتهم رواياتهم قرآنهم منظومة واحدة ألا لعنة وبيلة على المنهج الطوسي على مِنْ مِنْ وَإِلَّا فَالْمَصَادِرُ قرآن نحن ماذا نقرأ في سورة القيامة في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إن علينا جمعه وقرآن على محمد وآل محمد هكذا هم فسروا هذه الآيات إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه القرآن ما قال إن بيانه على عكرم أو على قتاده أو على البلخ أو على الجباء أو على الطوس أو على الطباطباء ثم إن علينا على محمد وآل محمد بيانه ما هي القضية واضحة القرآن قرآنه فلا بد أن يكون البيان بيانه هذه راضي لها روحة للقاضي بس أحنا منين نجيب السلام عليه وهو يفسر لنا قرآنه فيقول فيقول مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي قرأنا من زيارة الحسين السلام عليك يا باب حطة هم باب حطة وهذا المعنى يتكرر في زياراتهم في زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين هو هذا المنطق هو المنطق ويأتي الخوء والسستان أمحمد باقر الصدق كي يقول عن تفسير إمامنا الحسن العسكري من أنه تفسير موضوع من أنه تفسير مكذوب هذه الحقائق واضحة مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي وأمرهم أمر بني إسرائيل أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال مظهر من مظاهرهم هذا هو المثال قبل قليل قلت لكم من أن الكون مبني على حقيقة المظاهر المتعددة ومن أن مظاهر محمد وآل محمد في هذا الوجود لا تعد ولا تحصى هذا مظهر من مظاهرهم وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجدد على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وليذكروا العهد والميثاقة المأخوذين عليهم لهما وقولوا حطة أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي مثلما سجدت الملائكة لآدم الله أمرها الله أمر بني إسرائيل على لسان نبيهم موسى أن يسجدوا لمثال محمد وعلي تعظيما لهم هو سجود لله مثلما السجود لآدم سجود لله سجود لآدم من جهة وهو سجود لله من جهة أخرى وكذا الأمر هنا هو هو وقولوا حطة أي قولوا إن سجود لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا إلى آخر ما جاء في الرواية الطويلة المفصلة قوله عز وجل فبدل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له الإمام العسكري يقول إنهم لم يسجدوا كما أمروا ولا قالوا ما أمروا ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا هطا سمقانا أي حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول هؤلاء هم أهل القرآن وهذا تفسيرهم لقرآنه هذا الخرطي اللي قرأت عليكم هذا الخرطي ما للطوسي وسقيفة بني ساعده هذا هو مذهب الطوسي وهذا دين العترة أنتم مع من تكونون يا أحبابي يا بعد قلبي تمشون ويها المطايا هاي إن بين عليكم تمشون ويها المطايا تردون هالمطايا تحبون ما احتردون تمشون ويها العوادر أدري سركم وين ذاب بين أبطول ما المطايا ما تقول لهم وين ذاب بين سركم نذهب إلى فاصل يحب 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 à يحب يحب اشتركوا في القناة 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 قال ابن بيت اشتركوا في القناة يرادفه هذا ابن بيض بالباب يبتسم بالله عليكم هذه اشعار اشتركوا في القناة يأتينا بالابعار من كل مكان ويسميها اشتركوا في القناة الى تفاسيري علماء الشيعة افضل وامتن لانهم يطقنون العربية لا كمفسري الشيعة الذين لا يطقنون العربية وقيل معناه وقيل معناه فثم وجه الله فادعوه كيف توجهتم وقال اخرون واختاره الرماني والجبائي من ائمة المعتزلة فثم ارضوان الله كما يقال هذا وجه العمل وهذا وجه الصواب وكأنه قال الوجه الذي يؤدي الى رضوان الله الى اخر الكلام الى بقية الهراء هذا هو الذي قاله الطوسي ماذا قال امير المؤمنين الذي بايعناه في بيعة الغدير بايعنا الله ومحمدا ثم عليا بايعناهم على ان نأخذ التفسير من علي فقط ماذا يقول علي اقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي وهذه طبعة مؤسسة الاعلم بيروت لبنان انها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة الاربعين بعد المئتين انه حديث طويل حديث احتجاج الزنديق على امير المؤمنين بآيات امير المؤمنين يحتج عليه بحقائق القرآن الحديث طويل اذهب الى موطن الحاجة في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين امير المؤمنين يتحدث عن محمد وآل محمد فيقول وهم وجه الله وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة النظرة الغيبة الغيبة عبر عنها في احاديث اهل البيت عبر عنها بالغيبة وعبر عنها بالهدنة وعبر عنها بالسترة وعبر عنها بالفترة وعبر عنها بالنظرة نظرة يعني فترة انتظار هذه التعابير عبر بها عن الغيبة في أحاديثهم وكلماتهم الشريفة صلوات الله عليه إنها غيبة إنها فترة إنها هدنة إنها سترة إنها نظرة أمير المؤمنين يقول وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله هم بقية الله يعني المهدية يأتي عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا لاحظوا انسياب الكلام في تفسير قرآنهم ما هو قرآنه ما هو قرآنه ماذا نصنع ويذول المطاية شنسوي احنا عدكم اقتراح اقترحوا علينا المطاية هاي المطاية شنسوي لها كل واحد لاف للفة أكبر من زوجين بسطال من بساطين الجيش العراقي عمامة إبليسية يسميها بعمامة رسول الله وإذا ما فتح فمه فتح علينا مرحاضا مثل هذا المرحاض عدكم اقتراح قلونا شنسوي لها المطاية هاي شنسوي لها المطاية هاي شنسوي لها نتعاملوا يا هذا حديث آل محمد وهذا تفسيرهم لقرآنه فماذا أنتم صانعون القرآن واضح واضح جدا يحدثنا عن أن الله له وجه ووجه الله هو غير الله وجه الله هو غير الله القرآن يتحدث بهذا لست أنا في سورة الرحمن في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة والتي بعدها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يبقى فعل مضارح واج فاعل مرفوع وهو مضاف إلى ربك يعني أن ربك حقيقة وأن وجهه حقيقة أخرى هو خلقها ربنا خلقها ثم يأتي التعبير ذو الجلال والإكرام هذه صفة لوجه فوجه مرفوع لأنه فاعل وذو من الأسماء الستة مرفوع بالواو ربك مجرور لو كان الكلام في وصف ربك لصارت الآية هكذا ويبقى وجه ربك الذن فهذا وصف للوجه ويعني أن الوجه شيء وأن ربك شيء هناك حقيقة فعينما يتحدث القرآن فثم وجه الله وجه الله هو غير الله في السورة نفسها في سورة الرحمن في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هناك هناك جاءت صفة لربك تبارك اسم ربك تبارك تبارك فعل اسمه فاعل وهو مضاف إلى ربك ذي الجلال ذي صفة لربك ذي مجرورة من الأسماء الستة جر باليا وربك وربك الكلمة جرت بالإضافة السورة تريد أن تقول لنا من أن ربك حقيقة وهذه الحقيقة توصف بالجلال والإكرام ومن أن وجه ربك حقيقة أخرى وهي توصف بالجلال والإكرام أيضا وإنما توصف بالجلال والإكرام لأنها منسوبة إلى ربك الآيتان واضحتان ولكن هؤلاء أتحدث عن الذين في النجف لا يفقهون أسرار العربية ولا يدركون بلاغة القرآن ولا يحيطون علما بفصاحة محمد وآل محمد وهم الذين يقولون لنا أعربوا كلامنا فإنا قوم فصح وهذه الآيات واضحة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهنا في آخر السورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام في آخر سورة القصص في الآية الثامنة والثمانين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو هذا هو الله كل شيء هالك إلا وجهه لماذا؟ لأن وجهه مخلوق ويمكن أن يتطرق إليه الهلاك إذا أراد الله لكن الله لا يريد ذلك لا يمكن أن نتصور أن الآية تتحدث عن هلاك الله هذا المعنى لن يقبل الهلاك 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 لا يتطرق إلى الله فلا يمكن أن نتحدث عن الله من أنه هناك احتمال أن يتطرق إليه الهلاك أما وجه الله هذا الاحتمال موجود إذا أراد الله ذلك إذا أراد الله ذلك الله لا يريد ذلك لكنه إذا أراد الله ذلك فإنه وجه مخلوق وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لن يتطرق إليه الهلاك لأن الله يريد هذا يريد أن لا يتطرق إليه الهلاك فباعتبار أنه مخلوق يتميز عن سائر المخلوقات من أن الهلاك لا يتطرق إليه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آيات القرآن واضحة واضحة تميز بين الله وبين وجسه ووجه الله مخلوق هذا الهراء أين أذهب به أين أذهب به أمير المؤمنين يقول وجه الله هو المهدي القائم وهذا هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا منهج العترة الطاهرة الذي يطرح عبر قناة القمر والطوسيون الأرجاس يقولون لكم هذا المنهج ماسوني ومنهجهم الطوسي هو منهج العترة الطاهرة من أموداكم ومودا منهجكم يا طيحين الحظ إذا كانت الماسونية تنتج هذا المنهج الصحيح فلماذا لا تأتوا معي كي تصبحوا ماسونيين يا أهلا ذل هذا هو الطوسي وهذا منهجه وهذا تفسيره أحاول الإيجازة ولكنني ماذا أصنع والمطالب في بعض الأحيان تحتاج أن أتوقف عندها شيئا من الوقت لأجل بيانها وتوضيحها هذه الآية السابعة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة بحسب ترقيم تفسير التبيان بحسب المصحف هي الآية السادسة والعشرون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير لست بصدد الحديث عن كل التفاصيل هناك عنوان واضح في الآية أريد أن أقف عنده إبراهيم هكذا قال في دعائه رب اجعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات فماذا تحدث الطوسي في تفسيره في الصفحة السابعة والخمسين بعد الأربعمائة ذكر كلاما كثيرا مضطربا إلى أن قال والوجه الثاني بالأمر على ألسنة الرسل فأجابه الله إلى ما سأل وإنما سأل أن يجعلها أن يجعل البلد آمنا وإنما سأل أن يجعلها هذا من العجمة أن يجعله لأن الآية جاءت بالتذكير رب اجعل هذا بلدا آمن هذا وآمن صفة للمذكر أجابه ولكن كما قلت لكم العجمة تسيطر على كتب الطوسي مثلما العجمة تسيطر على كتب السيستاني وسائر المراجع المعاصرين في زماننا هذا وإنما سأل أن يجعلها أن يجعل البلد آمنا من الجدب والقحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زر ولا ضر ولم يسأله أمنه من انتقال وخسف لأنه كان آمنا من ذلك فسؤال إبراهيم أن يرزق هذا البلد من الثمرات المزروعة وإنما سأل أن يجعلها آمنا من الجدب والقحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زر ولا ضر ولم يسأله أمنه أمن البلد من انتقال وخسف لأنه كان آمنا من ذلك وقال قوم سأله الأمرين سأله الأمرين أن يرزق هذا البلد من الثمرات المزروعة وأن يرزق الأمن من الخسف وغيره وقال قوم سأله الأمرين على أن يديمهما له وإن كان أحدهما مستأنفا وهو الخسف والآخر كان قبل ومعنى قوله بلداً آمناً أن يأمنون فيه كلام كلام ركيك كلام متدع لغة وأدب وبلاغة وحتى في الدلالة المعنوية التفسيرية إمامنا الصادق ماذا يقول أقرأ عليكم من الجزء الأول من مجمع البيان في تفسير القرآن وهو من التفاسير الطوسية لكنه ينقل في بعض الأحيان الأحاديث عن العترة الطاهرة هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنه نسخة سيئة من تفسير التبيان لقد نقل كل ما جاء في تفسير التبيان وأضاف إليه الكثير مما أخذه من تفسير النواصب من التفاسير التي هي موجودة في مكتبة سقيفة بني ساعد أنقل من الصفحة الخامسة والثمانين بعد الثلاثمائة نقل رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في معنى الثمرات وارزق أهله من الثمرات إمامنا الصادق يقول هي ثمرات القلوب هي ثمرات القلوب أي حبيبهم إلى الناس ليثوبوا إليهم أي حبيبهم إلى الناس ليثوبوا إليهم في النسخة هنا ليثوبوا إليهم من نسخ قديمة من هذا التفسير إنني أحفظ الرواية من تلك النسخ القديمة ليست موجودة عندي الآن لينتابوا إليهم وليس ليثوبوا إليهم وهو النص الصحيح وموجود في مصادر أخرى لينتابوا إليهم وليس ليثوبوا إليهم ليثوبوا ليعودوا إليهم لينتابوا إليهم ليعودوا ويعودوا ويعودوا مثل ما نقول في الزيارات وأسألك العودة ثم العودة ثم العودة إليهم إلى زيارتهم النص الأصل لينتابوا لكنني قرأت من النص الموجود ودائما أقول لكم الكتب محرفة لينتابوا يعودون بشوق ثم يعودون بشوق ثم يعودون وارزق أهله من الثمرات من ثمرات القلوب وهذا يأتي متطابقا مع ما جاء في سورة إبراهيم في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس بحسب المصحف تهوي إليهم بحسب قراءة أهل البيت تهوى إليهم تهوى إليهم لا معنى لها تهوى يعني تسقط تهوى من الهوى بحسب قراءة أهل البيت تهوى إليهم ولكننا أمرنا أن نقرأ بقراءة المصحف وأن نفسر بقراءة العترة ونحن عبيد مسلمون هذا هو دين العترة الطاهرة الذي أقول لكم هو غير المذهب الطوسي عرفتم الآن أو لا استمروا معي في متابعة الحلقات وتابعوا الإعادة أيضا هذه المطالب مهمة جدا استمروا معي وستعرفون الفارق الكبير بين دين العترة الذي يتحدث به هذا الماسوني وبين المذهب الطوسي السيستاني ستلاحظون الفارق الكبير ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم بحسب تفسير العترة تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون إنها ثمرات القلوب كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه الثمرات التي ذكرت في سورة البقرة هي هي هذه الثمرات التي ذكرت في سورة إبراهيم إنها ثمرات القلوب أن تميل القلوب إليهم أن تهواهم القلوب زهرائيون نحن والهوى هو هذا والهوى والهوى زهرائي هو هذا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من ثمرات القلوب الآيات واضحة وكلمات أهل البيت أوضح لأنها توضح القرآن وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير وأنا أقرأ عليكم هراء الطوسي وعودوا أنتم بأنفسكم وقرأوا الهراء الذي في تفسير التبيان الخريان وهو العنوان الحقيقي لمضمون هذا التفسير وقارنوا قارنوا قارنوا بين الذي أحدثكم به عن محمد وآل محمد وبين هذا الذي أقرأه عليكم من تفسير الخريان هذا لشيخ الطائفة الطوسي الوقت يجري سريعا أكملت اللقطات التي اخترتها من الجزء الأول سأنتقل بكم إلى الجزء الثاني من تفسير التبيان لنرى ماذا يقول أبو الطواسيس أبو الشباب الطوسي يا حبيبي يا أبو الشباب يا أبو الطواسيس ماذا تقول في هذه الآية وهي الآية الثامنة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة وجاء ترقيمها بنفس الترقيم في نسخة التبيان التي عندي في الصفحة الثالثة والعشرين ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات الطباعة ليست واضحة جدا إنها الآية الثامنة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ولكل وجهة هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ماذا يقول أبو طوسي أبو طوسي في الصفحة الرابعة والعشرين يقول أبو الشباب وفي قوله ولكل وجهة هو موليها أقوال أحدهما قال مجاهد والربيع وابن زيد وابن عباس والسدي إن لكل أهل ملة من اليهود والنصارى إن لكل أهل ملة من اليهود والنصارى وجهة هو موليها هذا هو المراد الثاني قال الحسن الحسن البصري إن لكل نبي وجهة واحدة وهي الإسلام وإن اختلف الأحكام وإن اختلفت الأحكام ولكن العجمة موجودة في الكتاب كله وإن اختلفت الأحكام كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أي في شراء الأنبياء الثالث قال قتاد هو صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة ولكل قبلة هذا المرات الرابع إن لكل قوم من المسلمين وجهة من كان منهم وراء الكعبة وقدامها أو عن يمينها أو عن شمالها وهو الذي اختاره الجباء وال وجهة قيل فيه قولان المفروض قيل فيها قولان يا أيها الطوسي العجمة موجودة في كل كلامه والوجهة قيل فيه قولان أحدهما إنه قبلة إنها قبلة ذهب إليه مجاهد وابن زين الذي لا يعرف العربية ولا يتقنها كيف يتقن تفسير القرآن حتى إذا أردنا أن نترك حديث أهل البيت وهو قد ترك حديث أهل البيت إذا كنت لا تتقن العربية على طول الكتاب هذه العجمة موجودة بل في كل كتبه بل في كل كتب مراجع الشيح يأخذون من عنده يتعلمون من عنده أساس فاسد وما بني على الأساس الفاسد يكون فاسدا هذا الذي يتذوق العربية مثلي لأنني نشأت عليها منذ نعومة أطفاري أتذوقها أتذوقها وأتذوق أدبها وأعتقد أنكم تلاحظون كيف 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 أنني أن سجم مع شعرها حينما ألقي أشعارها لأنني أتذوقها وأتذوق أدبها لا لفضل عندي ولكنني أنشأت عليها منذ صغر فنشأ هذا الذوق الأدبي عندي هذا الذي يملك ذوقا أدبيا يعاني كثيرا حينما يقرأ كتبا تكون مشحونة بالعجمة والأخطاء اللغوية والبلاغية أعاني كثيرا حينما أقرأ كتب هؤلاء الثولان أتحدث عن مراجعنا العظام في الحوزة الطوسية القذرة وأنتم تلاحظون القذارة أمام أعينكم فلينظر الإنسان إلى طعامه إمامنا الباقر ماذا قال قال فلينظر إلى علمه هذا الذي يأخذه عن من يأخذه ها هو علم الطوس مجاهد السدي وهو قد ذم السدي في مقدمته التي تحدث فيها عن منهجيته في التفسير ذكره في الذين لا يحمد أمرهم وهو يأخذ عن مجاهد والربيع والسدي والحسن البصري وقتاد أنهي أمو اللبن والله نعيب منهجيته أشرف منهجيته قال مجاهد والربيع وابن زيد وابن عباس والسدي أن لكل أهل من اليهود والنصارى لهم وجهه الثاني قال الحسن الحسن البصري أن لكل نبي وجهة واحدة وهي الإسلام وإن اختلف الأحكام كما قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة أي في شراع الأنبياء الثالث قال قتاده هو صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة الرابع إن لكل قوم من المسلمين وجهة من كان منهم وراء الكعبة وقدامها أو عن يمينها أو عن شمالها وهو الذي اختاره الجباء والوجه قيل فيه قولان أحدهما إنه قبل ذهب إليه مجاهد وابن زيد الثاني قال الحسن الحسن البصري هو ما شرعه الله من إسلام إلى أن يقول والخيرات هي الطاعات لله على قول ابن زيد وغيره وقوله يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة من حيث ما ميتم من بلاد الله وهو قول السد والربيع هذا هو الذي ذكره ولم يذكر شيئا آخر انتهى كلامه انتهى كلام أبي طوسي رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول محمد وآل محمد هذا هو الجزء الثامن من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السادسة والاربعين بعد المائتين انه الحديث السابع والثمانون بعد الاربع مائة بسنده بسند الكليني عن اسماعيل ابن جابر هذا ابن جابر الجعفي رضوان الله تعالى على جابر الجعفي عن اسماعيل ابن جابر عن أبي خالد انه الكابلي عن امام الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات اينما تكون يأتي بكم الله جميعا قال الخيرات الولاية الخيرات الولاية ولاية محمد وآل محمد وقوله تبارك وتعالى اينما تكون يأتي بكم الله جميعا يعني اصحاب القائم الثلاث مائة والبضعة عشر رجلا قال وهم والله الامة المعدودة يجتمعون يجتمعون والله في ساعة واحدة قزع كقزع الخريف مثلما تجتمع الغيوم في السماء في فصل الخريف شيئا فشيئا حتى بعد ذلك تجلل وتغطى السماء بالغيوم لاحظوا كيف يأتي التفسير منسجما متسلسلا انه سلسبيل الحديث هذا عسل الكلام اما هراؤه ومرحاضه فهو الذي كنا فيه قبل قليل ونحن نقرأ من تفسير الخريان من تفسير الطوس من تفسير ابو التواسيس قارنوا قارنوا انا استعمل هذه العبائر كي اشخص لكم الطهارة من النجاسة كي اشخص لكم النور من الظلام كي اشخص لكم المعرفة والعلم النافعة من الضلال والجهل الذي يقال له علم وحتى لو كان علما فانه علم ضار ليس بنافع وانتم تقرؤون في الادعية دائما متعوذين من علم لا ينفع وتسألون الله علما نافع اعتقد انكم شخصتم العلم النافع هو في دين العترة الطاهرة ومن ان العلم الضار هو في المذهب الطوسي في الحوزة الطوسية وفي التفاسير الطوسية اللعينة الحلقة طالت بقي عندي شيء في هذا الجزء وعندي لكم اشياء جديد نلتقي غدا تابعوا هذه الحلقات هذه الحلقات مصيرية بالنسبة لكم نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسألكم الدعاء جميعا في امان الله اشتركوا في القناة